أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو أسست الجمهورية الأولى منذ سبعين عاماً ومضت في طريقها تبني مصر الجديدة لتصبح مصدر إلهام للتحرر الوطني في جميع أنحاء العالم جاء ذلك في كلمة رئيس السيسي بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو المجيدة شعب مصر الكريم أسست ثورة يوليو الجمهورية الأولى منذ سبعين عاماً ومضت في طريقها تبني مصر جديدة في زمنها ويعل شأنها شرقاً وغرباً لتصبح مصدر إلهام للتحرر الوطني في جميع أنحاء العالم كما قطعت شوطاً مهماً لتمكين قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا من الفلاحين والعمال وعطيهم مكاناً يليق بهم طال انتظارهم واشتياقهم له ترجمة نانسي قنقر